هذا الفيروس T الذي يفاوئ البشري ليس منتشر لدينا في بلدنا تقريبا حالة كل 10 تلاف حالة ولكن نرى موجود لدينا في الشرق الأوسط هذا المرض موجود أكثر في اليابان و في أستراليا و في جزر البحر الكاريبي و في جنوب شرق أسيا هذا نوعين النمط الأول و النمط الثاني نسميه HTLV-1 أو 2 طبعا هذا الفيروس كان لفترة طويلة يشبه فيروس الإيد لكن هذا الفيروس لا يسبب الإيد هو من نفس العائلة بتاع فيروس HIV ولكنه لا يسبب الإيد هذا الفيروس تم اكتشافه سنة 1980 كما قلت لكم هو نادرا ما نرى في بلدنا